أعزائي المتابعين أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى معكم عماد ويليام في فيديو جديد النهاردة هتكلم عن سر من أسرار مايكروسوفت الجديدة تعالوا مع بعض نشوف السر بتاعي النهاردة النهاردة هنتكلم عن ويندوز تين جاد مود لو جينا شفنا في الكنترول بانيل لو أنا عايز أغير أحد الإعدادات بتاعة الكمبيوتر فيترى هل هي موجودة في السيستم انت سيكوريتي العداد اللي أنا بدور عليه ولا في النيتورك ولا في الهاردوير فمضطر أفتح كل واحدة من دول وأشوف يترى السيتنجز اللي أنا عايزها موجودة جواها ولا لا ولكن في الجاد مود أنا بقدر أشوف كل حاجة تعالوا نشوف إزاي نعمل الجاد مود هاجي عند أي مكان فاضي في الديسكتوب وهعمل كريات لفولدر نيو فولدر كل ما في الموضوع أن أنا هسميه بهذا الاسم طبعا أنا هسيب الكلام ده في الديسكريبشن أسفل فيديو بمجرد ما هدوس انتر هلاقي إن هو خد شكل الكنترول بانيل لما أجي أفتحها هلاقي كل الستنجز اللي موجودة في مكان واحد وليها عنوان Administrative Tools وهكذا أقدر إن أنا هما عددهم كبير وأقدر إن أنا أنزل وشوف اللي أنا عايزه هل هو في الديفايز أنت برينتر ولا في الانترنت أوبشن فهو كده كل الكاتيجوريز عندي في مكان واحد وأقدر إن أنا أختار اللي أنا عايزه بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة والخاص بالغاد مود في ويندوز 10 شكرا لحضراتكم إذا عجب الفيديو حضراتكم ففضلا وليس أمرا التكرم بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد دائما شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة شكرا